موسيقى أهلا بالميكرز و مرحبا بكم في فيديو جيد اليوم سوف نتحدث عن الدرون إن شاء الله لا تدخل الحبس درونك اضع لايك وسبسكرايب و اشترك الفيديو كي نعجبك فإن أنت لا تحميني من الوزار الدفاع درونك مقيت ما نكذبة ما حاسي حاسي بالسبسكرايب كاوالله غالب إذن فيديو جيدا كيف تحدث أول شيء لن نعرف ما هي الدرون ونحاول نصلح بعض الإشاعات من ناحية الإسم ونحية تعريف ما هي الدرون ونحكي عليه كدركه وبعد نرى ما هي الحاجات السلبية التي منع الدرون في تونس ولدتها من ناحية السياحية خاصة ومن ناحية الاقتصادية وبعد نحكي وإذا كان الدرون تتحل ويطلع قانون وتتقنن الأمور هذه يطلع قانون وتتقنن تحسن 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 نور مال إذن ما هي الأشياء الإيجابية التي تجم تصير للبلاد من ناحية السياحية ومن ناحية الاقتصادية أين نبدأ؟ أول شيء تعريف الدرون حسب دراكو هو؟ هو الطيارة بدون طيار طلعت في العالم العربي لكل اسمها طيارة بدون طيارة لا أعلم أن تكوني بلوتي فيها تسمى طيارة بطيار لكن بمسافة معينة لا يجب أن تركفق الدرون لكي تقولك طيارة بطيارة نعرف أين طيارة بدون طيار تبدأ تليقيدة أو تحسن من بلاد البلاد تبدأ معتها بالرسمي دسانس كبيرة بشكل ودي تمشي وحدها في إنتليجانس سرتيفيسية تحسن ولكن بمسافة معينة تبدأ عليك عجلية 30 متر أو تحسن من طيارة ما يعنيه؟ ما يعنيه؟ كما عرفته دراكوك يقولك أنه مدام فيما طيار طيار بيلوت يقود فيها لا تجمس سماها طائرة بدون طيار ولكن عملتها في جوجل ترديكسيون ما يعنيها الدرون حرفياً قالي له هي طائرة بدون طيار وجميع اللي تابعوا فيها من اللول يعرفوا لأيني عملت فيديو وحكيت على الدرون فيديو بتاع الباتري قلت لأيني عندي مشروع اللي هو درون تابع القرية إذن البروف يعطاني هالكتاب با هو مجلد هو أعطاه لي بي دي اف ويوجد لي ما نقرر بي دي اف على الشيخ خرشته خصائر كلف في الصفحة الأولى يخبرك شنية درون وش معناها بلا 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 قال لك درونز ولا اي ايفي بلا 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 is the latest generations of pilotless aircraft بيلوت معنىت هالكتقفة بايلوت لس يعني بدون طيار يعني حرفياً درون يعني طائرة بدون طيار والذي يحب يعرف على الكتاب ومهتم حسب الكتاب تحفو نيسر أما أعجبني شيخ خطره تراف كعبة المات تراف كعبة الإكوازيون كي لا يمكنك تراوه أحسن يعني درون تنقسم للنوعين يا طيارة مسافات بعيدة بالتليكوموند ولا طيارة 100% أوتونوم ما معنى هذه يعني تقولها أنت لنا ومشي لي منها وعملي الإكسيون هذي كما مثلا في الحروبات الله يقدر علينا الخير تقول له امشي لي من البلاسة X البلاسة X2 وكي توصل إلى X2 طيارة لقملة مثلا وما إلى غير ذلك يعني مغير ما يتحكم بحد شيء هو جسد عنده إكرونة مثلا ونجم يتحكم بها في حالات متاع الإمرجنسي يعني حالات قصوى وعنده إكرونة ويشوف ما قادة تصير هذيك مثلا هذيك النوع الثاني اللي تقريب دراكو يحكي عليه ولكن في كل تلك الحالتين هي تسمى درون كان عندك معلومة أخرى لكي تضعها في كومنتر إذن السبب الذي يجعل وزار الدفاع ماكلا بعضها بشأن الدرون هو خايفين لها تتجسس ولكن دراكو هاوش قال لكم ميترو سيبان والات بيدون طيار اللي غير في البلاد الترية هو أن برش عبيت حب تستعمل الدرون وبرش عبيت كمانتات الدرون وياما درونية كلاتهم الدولة والديوانة وصفار على ديار جعلوا ماليهم وقالوا يقعدوا في تونس جمد ماضع لماذا؟ السبب الوحيد الذي يقول لك جمعتي الدوانة هو أن الطيارة بدون طيار تتجسس بها لماذا تتجسس بها؟ نحن نعرف ماذا؟ دياركم مغير سخوفة يا أخي ولكن حقيقة تقريبا تركوه خدم مع سمسم يعني يتوقع ماذا يحدث في المستقبل توقع عندي أرتيك القدامي مهبطته جوهر أفهم مهبطته بتاريخ 13.02.2020 مزال جديد عنده تقريب 3 أجمع قال لك وزارة الدفاع شدت الدرون قاعدة تتجسس على قصر قيس السعيد كان أنت عايش تحت حفرة وما سمعتش بالأحداث السايرة في تونس قالت سعيد هو الرئيس من تونس الحالي يعني فما واحد مشي قالوا تجسس عليه بواسط الدرون والحاجة بالرسمي اللي حبست لي مخي اللي قالك نجم وشدوها خاطر الدرون تشعل يعني تصور يعني أنت حط روحك في بلاست اللي مشي يتجسس عندك الدرون فها كعبين الضو يشعلوا تمشي ترماها قدام قصر الرئيس والمزل يعني ما نجمتش تناحي كعبت يعني كعبت الضوء من نجمش نحن يعني حصيلوا هدية حرفيا سيرق وفيدو شمع إذا نجموا تفهموا التخوفات اللي صايرة خاصة نجيها متع الوزارة دفاعة خايفة من التجسس ما إلى غير ذلك وصارت الكاهية ولكن هذا ما يمنعش اللي لازمك تعمل قانون للدرون يعني متجمش تقول خاطر صارت حيثة مثلا مرة بتاع تجسس دونك مظنطوا على الدرون كوش عليك قلت الأسمع فما أكسيدون صار البرح بكرة لا نمنع الكاهب انك تصع الكيس يعني حقيقة المشاكل متاع الكاهب أكثر من المشاكل متاع الدرون دونك كان مش تمنع حاجة أمنع الكاهب مش الدرون فويجة نحكيه على الحاجات السلبية اللي القانون الحالي في تونس يعرض لها نحن نعرف كل اللي البلاد هذية الشادة في كحة يعني اقتصاد تونس كامل قائم على حاجتي الحاجة اللولى لهو السياحة الحاجة الثانية هو الفلاحة متفاهمين متفاهمين إذن نحكيه توا على الدومين متاع السياحة الدولة تصرف برشة فلوس مش تنمي السياحة متاحة يعني تمشي تنظف الشواطا تمشي تجيب عبيت تصور عبيت تصور مش توري المناظر الطبيعية الخلابة في تونس يعني حقيقة حاجة من الحاجات القليلة البهية في البلاد هو عنا مناظر مش نورمال موسيقى 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 حققق кадم موسيقى مع الدرون في تونس يعني حقيقة شدة عندك اتفرجت على الفيديو لنضع لكم اليوم و لنضع لكم تارف كليبس اسمحوا شكالت قمت بسرعة وقت مرة أخرى لأنني قمت بسرعة دوانا و قمت بسرعة وقت مرة أخرى و قمت بسرعة وقت مرة أخرى ونحن نحن بسرعة وقت مرة أخرى إلى إتالي لتأخذ الدرون هنا لذلك في الوضع هذا يجعل 131 ساعة لأننا مستعمل مع الدرون لذلك مرحبا إلى تونسيا مرحبا بيك هذا ما يقولون الوضع عندما يجعلونك المساعدة فقط لتأكد أنك تشعر مرحبا يعني السيدة هذية ضيعت أكثر من مئة ساعة ماشا جاية على الديوانا وعا الوزارة لماذا خطر حصلوا دخلوا درون لتونس شدوهم فكلهم الدرون و ليس خذوا الدرون متاعهم يعني تعذبوا يعني و تقول لك كان أنت جاي لتونس أنسى الدرون متاعك لكي نبدأوا واضحين نحن في 2020 يعني لعباتوا على اليوتيوب الكمبيتسيون كلها لذلك كل واحد يحب يحسن في النفو متاعه من النفو متاع الساوند من النفو متاع التصوير لذلك الدرون وليت حاجة لازمة مثلا الفيديو هذي اللي شفتوه ما جابش برشا فيويات يعني جابتها 3000 تجم تقول المشكلة ما طلعتش ياسر أما تصور كان مثلا واحد كيمة مثلا بيتر مكينن اللي هو عنده أكثر من 4.3 مليون مشترك يهبط فيديوه على الأقل يجيب 100 ألف 200 ألف أو حتى مليون مشاهد يحصل يجيب الدرون متاعه خطر السيدة كم يتحركين بالدرونات يجيب الدرون متاعه التونس وتسيله المشكلة هذي ويهبط فيديو يعني تصور هذيه ينجم يتدق السياحة في تونس لا نبدأ واضحين يعني السياحة في تونس لا نتحدث عن العزائز المكملين يأتي بالتونس لا نتحدث عن العباد ليجون لا نبدأ واضحين واحد لا يصرف فلوس يجب أن يكون جون فرحان في حياته وليس كذلك يصرف كذلك يسهر في بلازة كذلك هذا هو اللي يحرك اقتصاد تونس يعني من شيرة تونس يصرف الفلوس لا تعمل ميتياديزيون من شيرة أخرى اللي عندهم درونات يكسرها حكاية أخرى تقولوا هذه يزينها يزينها من الكلام النجاتيف تحدثوا على الكلام البوزيتيف نقلبوا الآية تصور إذا كان تونس تقنن الدرونات في مجال الفلمايكينج يعني عباد من البرة جيل تونس تصور المناطق السياحية وتولي تعملها في الفري ميدياتيزيشن يعني تصور أنت بيبليكاسيون فريا معلم عباد تصرف بالملايين مش تصور بكليب ولا فيديو باستعمال الدرونات يعني الدولة التونسية يعني الشركات السياحية تصرف في فلوس تعمل في سبونسوريك ما إلى غير ذلك مش تحاول تهز وتنمي منطقة متاحة ومش تجلب أكثر عباد ممكن من السياح مثل الحراري من البولوشن ما إلى غير ذلك وأكثر حاجة من نقص المياه يعني أنت ما تسخيلش لأنت كتتحل السبالة متاعك يهبط المياه فرحان تقولوا حمدولله ولكن المياه يعني أنت أقرأ حسابك متاع خمسين عام مئة عام يعني الكرة الأرضية يعني عندها ملايين السنين يعني تصور بعد ألف عام خمسة مئة عام ما مش تقطعها من العالم إذا كان مش نقعده كثيره لأنك تشوف سبعة مليارات عب والعبادة كل تستهلك في المياه مش تقل وأكثر حاجة تستهلك المياه هي الزرع علش؟ خاطر ما نعرفوش كيفاش نسقيوه صراحة تبدئ تبدئ في كل شيء تبدئ في السهلك كنتي وتبدئ في السهلك الفلاحي عليش فهمها تكنولوجيا جديدة كم مثلا القطر الرأي قطرة قطرة هي لما حالة مش جديدة ولكن مزلت يعني مزلت تماء فرشكة فهمتها؟ يعني حتى عندها عشرين ثلاثين عام والأقل وهم يستعملوا فهم كما مزلت تماء فرشكة وبرش عبادة مش قاعدين يستعملوا فهم إذا لنا وين الدرون تجم تدخلي؟ الدرون تجم تعاون الفلاح في المحصول متاعه جماعة إذا كان أنت يا زيدا ماكش عايش في حفرة ولا في الجبل ولا في بلاصة ما فيهش انترنت بازرك وصلك فيديو من المعاناة بتاع الفلاحين في البريود اللي فات يعني في الفترة الزمنية اللي فاتت في جيتل تونس صابت زيتون كبير ياسر والحمد الله ولكن يعني بالرسمي وقتها النعمة واللي نقمة يعني مشاكل في تحول سياسي مشاكل سياسية ما إلى غير ذلك يعني برشا فلاحين تضروا من العملية يعني زيت موجود زيت موجود أكثر من لازم المعاصر معبية ومزال فما زيتون في الشجرة يعني تصور أنت فلاح يتعب ويشقى قداش جيه صابة ليس نورمال يحمد ربي ولكن الدولة تحط له العصاء في العاجلة إذن لنا إذا كان تدخل الدرون تجم تنحي مشاكل كيمة هكذا تقول لي كيفيش فالدرونات رغم مش نحكيه على الدرونات كلها متاع اللعبة وتصورها نحكيه على هاي تيك درونز يعني درونز فيها كاميراويت سبيسيال فيها سوفتوير سبيسيال تخدم بالانتروجونسات اوفيسيال بالرسمي حكاية تحبس المخ تكنولوجيا قوية ياسر إذن درونت هذية تجم تعمل درونت هذية تجم تمشي هكتارات يعني مسافات طويلة وتجم تعمل النبتة وبالتريتمون ديماج متاع هتشوف اللون بتاع النبتة وتقارنه بالداتابيس يعني اللون مثلا إذا كان أصفر وهو من المفروض يكون أخضر تقول لك راهوا النبتة هذية مثلا ناقصة نيترات ناقصة أسمدة كذي كذيرا هم مكش تسقي فاها بالباهي ولا بالعكس ركحات فاها أكثر من لازم ولا فاها حشرات ولا حكاية وسادة تجم فامة تكنولوجيا جديدة اللي مثلا في الزيتون ولا مثلا في الدفاح ولا حكاية تجم الدرون تقول لك حسب التقريب قداش فامة من كعبة زيتون ولا قداش فامة من كعبة التفاحة في الشجرة يعني تصور أنت مثلا مش تجيك نقولوا مليون حبة زيتون وانتي قارح حسبك على مثلا خمسة مئة كهو تقول لك راهوا مش تجيك مليون درونك الدولة ولا الفلاحي نجم يعمل يأخوا الاحتياطات متاعه مش يعرف كيف يتصرف مش ما يخسر حد شي يعني تصور يعني تصور الزيتون يعني فلاحق لك سيبون ما عادش النجم ومتنسى شراء ونحن تونس نصدره في الزيت يعني اقتصاد تونس داخل فيه زيت داخل فيه برشة يعني داخل الزيت مزيت لما حاله مش مصرح ولكن إذن هذه من ناحية امتاع حكينا على السياحة وحكينا على الاقتصاد إجا نحكيه على المجال التكنولوجي إذن حقيقة في المجال مثلا نحكيه مجال العسكري برشة حاجات توليت الدرون توليت تستعملها خير من الانسان حقيقة مش نبدأ واضحيا راه الحياة البشرية ما فم حد شاين جميع واضح وحقيقة راه الجيش التونسي متاعنا راه وقايمين واجب الرسمي تحية كبيرة لهم يعني انتي متصورش انك تجم فم مهام تبعث جندي وممكن يرجعلك وممكن لا إذن بالدرونات تبعث الدرون تستكشف حتى إذا كان الدرون تكسرت حكاية تجم تجيبها حتى كما تجيبتها وما قاعدة فيها احد شيء مخسرت شروح يعني فم شركة تونسية تصنع في الدرونات إذن أين نتصفح على الفيسبوك وعرضني أرتيكلا متاع شركة تونسية تصنع في الدرونات إذن درون ليس درون اللعبة درون حربية يعني درون كبيرة مصنوعة من فيبر دو كربون خفيفة حكاية تفرح على الأخر أكثر أكثر حكاية أخرى أنه الرئيس قيسعيد قال أن تونس لديها البوتنسيال وعندها الكفاءة العلمية ليس نجمه حتى ندخله في المجال بتاع الدرونات يعني يحكي عن الدرونات العسكرية تقريب ولكن على شلال نجمه ندخله في الدرونات بزيدة السيفيل مع العلم أنه بريسك كل كل فاها كلوب بتاع الدرون ولا عنده علاقة بالطيرات يعني بصراحة عنها البوتنسيال وعباد تجم تصنع ولكن حقيقة المؤسف أنه البلاد تشادت لك الأفرق يعني بالرسمي فهم برشة حاجات في تونس باهية ولكن فهم برشة حاجات مشومة إذن من عرش ماذا يحدث في المستقبل ممكن عباد تفيق على وضعها ممكن حاجات سياسية تبدلت والتي تقنن راهم ما نقول لك ما قلت لك خلي الدرون مسيبة كما جاءت جاءت خضر الدرون جماعة ما يعرفوش الموتور يدور برشة وتلقى هاو كاب تليليس تجم المليس يعني المروحة تجم لقدر تدخل في واحد تجم تجرحه تجم تعمله إعاقة متفاهمين ولكن أعمل زون بلاسة للدرونز أو على الأقل رد لسيطر لا تطور لا يطور لا يطور لا يطور لا يطور ولا تطور نعمل لازم يمشي الوزار الدفاع وزار السياحة ورقة مننا ورقة من غادي ماهو؟ بالرسمي هذه الفيديو لدينا مشترك والعبيد ضيعوا 100 ساعة يعني بالرسمي قاد تعد فيه بشوية بشوية قدش نهار هضاي يعني تصور عبيد أنا نهار تقريب 3 أيام يعني نشوف 100 ساعة يعني 4-5 أيام ضعوا كيك يعني عبيد جاية لتونس مش تتفرهد تقعد كرار مرار على الدوانة تونسية وعلى الوزارة كذلك علش خطت دخلوا درون خطت دخلوا درون توقف إن شاء الله الفيديو استنفعتوا به إن شاء الله في المستقبل الأمور هذي تتبدل راهو مش نبدأوا واضحين راهو الشي هذا ما يتبدل كان بنا أحنا يعني سبب من الأسباب اللي عملتشين يوتيوب وقال نحكي قدام الكاميرا وجمعة جاية نعدي ومبعثها إذن خطر بالرسمي نحب البلادي تتبدل نحب المنتاليتات تتبدل وما يتبدل هذا يكان إذا كان أنت وحده من نجم نعملوا حد شي وحدنا دونك كالليش قاعد بشوية بشوية نبني في كوميونيتي دونك كما دركوا وبني كوميونيتينا بتعيمين بنياplaces غيرتين boy 3 مع مائل آل نبني كوميونيتينا مكرز كوميونيتينا متابعة بتجم من هارو أخر تعمل عليها في البلاد في النبي لڤه دё سبيال في النقطة في البراتيك الفيديو ونحاول كيفاش ننسق بين قرائتي وبين اليوتيوب كانت تدعمني تعمل لايك تعمل شير للفيديو تعمل سبسكرايب كان هذا الفيديو تتفرج عليه مثلا على الأقل تفرج نصه ولا على الأخر ونحن التايمين متع اليوتيوب يكبار ونحن نتجم اليوتيوب يركمودي الفيديوهات متاع للعباد الأخرين ونحن نتعاون الشيء ان شاء الله لا تقلق عليك وان شاء الله أعجبك الفيديو حسنا نراكم في الفيديو حسنا